تعطلت جهود الحل السلمي أو تكاد الأمر برمته يعود إلى سياسة يتبنىها الانقلابيون بتشجيع من حكومة طهران وتهدف إلى وضع المزيد من العراقيل والتعقيدات في هذا المسار أملا في إنضاج ظروف مواتية لجني ثمار الانقلاب أشهر الانقلابيون أمام مشاورات الكويت سلاح المجلس السياسي ويشيرون في مواجهة تحرك المبعوث الأممي والرباعية الدولية المعنية باليمن سلاح حكومة الإنقاذ المزعومة ويذهبون قدما في خط التصعيد العسكري في مناطق خطرة مثل باب المندب معلومات صحفية تحدثت عن زيارة خاطفة لا يمكن التحقق من كيفيتها قام بها إلى صنعاء قبل أيام مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري نقل خلالها بحسب هذه المعلومات تعهد حكومته بمواصلة دعمها للانقلابيين وتقديم الدعم السياسي والعسكري لهم ودعوتهم إلى مواصلة الأسلوب السلبي ذاته في التفاوض إذا ما استؤنفت المشاورات خطوات أحادية الجانب ومحاولات حثيثة للإفادة من أوراق لعب عديدة من بينها محاولة صرف الأنظار عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلابيون ومحاولة تحميل التحالف العربي المسئولية المطلقة عن الانتهاكات التي تجري في البلاد خطوات تجد ما يسندها في تحرك بعض المسئولين الأمميين الذين لا يمكن التأكد من نواياهم حيال تقييم ما يجري في اليمن مساعد أمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان براين أحد هؤلاء المسئولين حين وضع على رأس أولويات زيارته إلى ميناء الحديدة إعادة تمكين الانقلابيين في هذا الميناء مؤشرات عديدة على عدم جدية الانقلابيين في الحل كما كان موقفهم على الدوام وعلى نحو يجعل من الحسم العسكري خيارا لا بد من لإنقاذ اليمن من مخطط التفكيك والفرز الطائفي الذي يحرق المنطقة بعود الثقاب الإيراني ذاته شكرا